اشتركوا في القناة وزير خارجية تشاد وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس آرب خلال اللقاء عن تقدير الاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب أولا أهلا وسهلا ولازم تعرفوا أنتم والشعب السوداني بين أهلكم في مصر هنا الشعب السوداني اللي بيعاني نتيجة الحرب للدائرة الآن وحالة عدم الاستقرار الكبيرة لأفرزت يعني سواء كان هجرة داخلية أو لجوء داخلي لأكتر من 7-8 مليون إنسان وأو للهجرة خارج السودان لأكتر من 1.5 مليون أو 2 مليون ده نتيجة الأوضاع اللي موجودة دلوقتي الأوضاع دي فيهم الهيام حتنتهي إن شاء الله بس كل ما تنتهي بسرعة كل ما يكون أثرها وتأثرها على السودان ومستقبله أقل كل يوم في صراع يساوي سنة هدم لقدرة الدولة تشوفوا ممكن نوع كتير كلنا كقوة سياسية نتكلم كتير قوي والوطن بينزف والوطن بينزف لما تكون النهارده 70% من البنية الأساسية مستشفيات ومدارس وطرق ومحطات كهرباء ومية تم تدميرها تبدأ كلام ده هيتعمل إمتى وإزاي وكام في الحرب دي الغالب والمغلوب خسرة لأنه هو على حساب بلد اللي بيتقاتل أشقاء فاسمحولي يعني إن أنا أقول لكم التجربة بتاعت هدم الدول وتخربها تجربة مريرة جدا وده تضيع للأمة دي أو للشعب ده والمستقبله الدنيا بتجري وتتحرك بمنذ ده السرعة شوفوا التقدم اللي موجود في كل دول العالم غربا وشرقا وشوفوا إحنا بنعمل إيه إحنا ما عندناش وقت ده إحنا محتاجين وقت عشان نعوض اللي فات مش نعوض اللي تدمر ولتهد فأرجو إن أنا ما كنش بكلام ده أنا كلمتكم كأخ لكم من قلبي وعسى إن هذا الكلام يصل إلى مش عقولكم فقط إلى قلوبكم أيضا أنتم أشقاء لنا شعب السودان تربطوا أواصر عميقة جدا جدا بينا مصر نحن لكم مخلصين في إن بلدكم اللي هي تعتبر امتداد لبلدنا إنها تبقى في أمان وسلام مرة ثانية أهلا وسهلا سعيد بلقاءكم وكل سنة أنتم طيبين وإن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم يعود السودان أفضل مما كان بفضل الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا أضاف المتحدث الرسمي أن المتحدثين من رموز القوى السياسية والمدنية السودانية آربوا من جانبهم عن تقديرهم وتثمينهم البالغ للجهود المصرية المخلصة لدعم السودان منذ بدء الأزمة الراهنة بما يجسد عمق الأواصر التي تجمع شعبي البلدين ووحدة التاريخ والمصير بينهما أول حاجة بنشكر لمصر حكومة وشعبا تحت قيادتكم الرشيدة لاستضافة هذا المؤتمر تحت شعار معا لوقف الحرب المؤتمر أتاح الفرصة للتفاكر والتشاكر حول ثلاثة جندة هذه المحاورة الثلاثة أول واحد فيهم وكان يعني اختيار موفق أن نبدأ بيداه وزي ما تفضلت فخامتك بوقف الحرب نحن كسودانيين نتمنى أن تقف هذه الحرب اليوم قبل غدا لأن هذه الأزمة التي وجهها سودان اليوم هي أزمة وجود إن لم نتداركها اليوم قد لا نجد السودان غدا نتشاكل فيه المحورة الثانية واللي هو كان عن معالجة الأزمة الإنسانية إننا نبدأ بمعالجة ما يعانيه الشعب السوداني في الداخل وفي مناطق اللجوء حل هذه المسألة بيفتح الطريق لمعالجة القضايا الأخرى منعلق بالسياسة إلى آخرين لذلك كان المحور الثالث والأخير في هذا المؤتمر هو معالجة العملية السياسية لأنه نحن على قناع راسخة لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة يجب أن ندخل في عملية سياسية في حوار متوافق عليه مهما كانت صعوباته ومهما كانت التحديات فيه هو الطريق الوحيد والأمثل لخلق سودان مستقر المتصالح مع نفسه ومع جيرانه مرة أخرى سعيدين بهذه الاصضافة ونعتبرها بداية لأننا نمشي في أننا نحلحل هذه القضايا التي أقعدت بهذا البلد جاء الزمن في أننا نوقفتها نعتبرها آخر الحروب مرة أخرى شكرا لك فخامة الرئيس وأنا عارف أنت مع كل المشؤوليات فقد تديني وقت وتلتغي بهذا الجمع شكرا جزيلا نشكركم على رحابة صدركم وترحيبكم بنا ويستغبالكم لنا في بلادكم مصر المنصورة البلاد التي قيل عنها مبارك شعبي مصر نشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة جئناكم ونحن شعب كريم أزلتنا الحرب جئناكم وجمعنا النيل قال القائد جوزيف قرن في السودان لا يوحدنا الدين ولا يوحدنا العرق ولكن توحدنا السودانوية نأمل أن نكون كلنا كسودانيين في مكان المسؤولية لنحيث ونشعر بآلام شعبنا شكرا لجميع مجهوداتكم وشاكرا لإعطاء الفرصة فخامة الرئيس أنا بحقية دأثرت كثير بكلماتك اللي قلتها تحت قيادتكم الرشيدة جئنا هنا وهذه بادرة غير مسبوقة التاريخ حي ستجليكم والشعب السوداني حي ستجليكم هذه المبادرة لأن أول مرة هذه الجماعات التي ترونها تجتمع تحت سقف واحد بالرغم من الصعوبات خطوة أولى في الاتجاه الصحيح وأشكركم من القلب إن شاء الله ونستمر في هذا التعاون ونتظل إلى دوركم إن شاء الله فيما يأتي من خطوات مقبلة وشكرا جزيلا أبارك الله فيك اشتركوا في القناة